في المدافع لداخل المنازل وهناك العديد من الصور لم أتمكن من إصطحابها هناك بعض الأطفال قطع نصين طربت الدانا وقطعت من هنا نصين هناك امرأة كانت داخل البيت تصلي العصر عجوز في سن السبعين وخمسة والسبعين ضربت بالهوزر من فريجة إلى داخل إحيص وقتلت هذه المرأة وهي تصلي ونقلت هذه الصورة عن هذه المرأة أو عن هذه العجوز بخصوص الأرقام لدي أرقام هنا مدودة بعدد الشهداء من الرجال ومن النساء مديرية أرحب منها 114 شهيدا منها منهم أربع نساء وعشر أطفال نهم 62 شهيد مديرية بني جرموز ثلاث شهيد منهم أربع نساء وأربع أطفال الإجمالي 166 عدد الجرحة في مديرية أرحب وفي مديري 21 منهم بالألغام ومنهم بالمدفعية ومنهم بالخواديش ومنهم بالطيران متنوع ومن بني جرموز ستة أفراد الإجمالي 35 المخطوفين والمعتقلين وهؤلاء كانوا يخطفون من النكاط من الطرق من المدينة وطبعا أثناء الاختضاف كانوا يعاملون معاملة غير حسنة معاملة سيئة وكأنه ليسوا من أبناء اليمن وليسوا من هذا البلد وكأنهم جاءوا من المريخ ولم يكونوا من اليمن عقوبات متنوعة السجن الإنفرادي الصعق بالكهرباء الضرب بالصياط يعني الأكل الذي ما يمكن حدي أكله كل هذا يجري ويحدث داخل معسكرات الحرس الجمهوري الذي اليوم وضلقا عليه الحرس العائلي هؤلاء المخطوفين ستة واربعين من أرحب واحد منه يعني الإجمالي سبعة واربعين حالات الإجهاض من النساء من أرحب خمسة واربعين مرأة ومن بني جرموز سنة عشر مرأة الإجمالي ثمانية وخمسين المنازل المدمرة في أرحب خمسمائة وعشرون منزلا في نهم مائتين وخمسين منزل في بني جرموز مائتين وخمسين منازل الإجمالي تسعمائة وخمسة وسبعين منزل المساجد المدمرة ثمانية وعشرين في أرحب واثنى عشر في نهم وثلاثة في بني جرموز الإجمالي ثلاثة وخمسين يعني لماذا المساجد حتى؟ لماذا المساجد؟ هكذا في طربعة شوي ولكن مستاذفين أماكن معينة؟ أنا أديت لك صورة أيضا هذه المنطقة اسمها الرجو هذه المنطقة بعيدة تماما عن المعركة بينها وبين المعركة ما يقلون من عشر كيلو جاءت يوم أربعة طائرات لا ندري ماذا تريد هذه الأربعة طائرات كل إشكاليتها جاءت تضرب مسجدين مسجد قديم ومسجد حديث وشفت الصومعاء يعني في بعض الأماكن بعيدة حتى عن أماكن القصف وأماكن الحرب إنما كانت تختار اختيار يعني كانت تقصد قصة لا ندري ماذا يريدون من هذه المسألة المدارس التي تم قصفها 22 مدرسة في أرحب وأربع مدارس في بني جيرموز الإجمالي 26 وبالتالي توقفت إذن الدراسة؟ طبيعي توقفت الدراسة بشكل عام في المنطقة إلى فترة من الزمن لأن الناس كانوا يشعروا بالرعب الذي لم يضرب للمنطقة حقا الصواريخ تمروا من فوقه الصواريخ تزعجه الليل، النهار، الصباح، المساء كان كل واحد يشعروا ممكن يكسف في أي لحظة فكان في الغالب أن المناطق هذه كلها أيضا لم تدخل المدارس إلا في المرحلة الأخيرة بعد أن هدأت الأمور والبعض منهم ممكن لاحظوا أنهم دخلوا تحتل العبارات يدرسوا بعضهم درسوا في الكهوف يعني حرصا منهم على التعليم في ظل يعني ظرف القصف المستمر المستوصفات الثاني المستوصفات التي قصفت الناقلات والسيارات من أرحب 65 ومنهم 11 ومن بينيجرموز 52 الإجمالي 128 الدراجات النارية التي نهبت من قبل الحرس في النقاط أو في أي مكان معين يجدوا هذه الدراجة 42 من أرحب وخمس من بينيجرموز الإجمالي 47 الوديان والمزارع وهنا في ملاحظة في المقدمة أنها ليست مزرعة إنما هناك وديان بأكملها هذه الوديان يعني التي كان المواطن يحصل عليها أو رزقه يدر من هذه المزارع إلى درجة أنه كانت تكصف هذه المزارع في مضخات معينة كانت تكصف عمدا ليست في مرمى الحرب وليست في مرمى الحرب إنما كانت تكصف عمدا لغرض أن يحرم المواطن أن يحصل على شربة الماء أو أيضا يسكي له شيء من المزرعة بل في الأخير في آخر المرحلة كان المواطن يحاول أن يحيي المزارع حقه فيجيبه بعض العساكل للمسافة متقاربة بينهم فيجيبه ويقول لها أنا أنت سكي وأنا سأقضف القاتل يعني سأمنعك من دخول هذه المزارع وتحولوا وكأنها أملاكهم وكأنها يعني ما أدريش ينعكس على أحمد علي أنه يقول لأفراده أن الأرض أصبحت ملكنا في كل مكان فاكلوا من أينما تريدون فالمزارع يعني هناك وديان منعوا منها وهذا العدد هو مزارع ووديان والوادي يشمل عدة مزارع إجمال هذه المزارع والوديان 241 الآبار التي هدمت عمدا لم تكن بدون قصر إنما كانت الدبابة أو المدفع يقصدها تماما يعني حصار صادي الغرض نعم 34 في أرحب وبئر في نهم وعشر آبار في بن جرموز الإجمالي 45 الأسر النازحة كانت في أرحب 2200 وفي بن نهم 354 وفي بن جرموز 639 الإجمالي 3193 المحلات التجارية في أرحب 40 المنطقة الثاني وغيرا كلها يعني أرحب هذه هي المأساة طبعا وهذا لم يكن هو بالشكل الدقيق طيب طيب يعني يعني لو 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 تقصوا لو وجدوا أكثر من هذا الشيخ مرصو يعني أليس الضحايا سواء من من أخواننا في المدنيين أخواننا في الحرس هم كلهم يمنيين يعني لمصلحة من أن يجرى هذه المعسكرات للاعدداء على القبائل لماذا يعني لجأ المخلوع وأولاده الآن لضرب المواطنين وتقديم العسكري هذا المغرب على أمر كبش الفداء ما فيش خلاف أن العسكري مواطن وأخواني المواطن لا خلاف على هذه المسألة لكن الإشكالية أن أن القيادة الموجودة التي تقود الأفراد تقود العساكر لها يعني كانت تتصور من بداية المعركة و بداية الحرب أنها لن تزود وأنها ستستمر ولذلك أوقعت الأفراد من العساكر ويعني يعني حاولت أن تعبها العساكر أن هذه الثورة ستشهض وأن هؤلاء الثورة الثوار مصيرهم سيكون هو السجون وأن هذه الثورة لن تتم فلذلك حبهم أن هؤلاء مجموعة مغربي يجب أن تقضوا عليهم والرأي السابقة هو وأحمد علي ما زال مؤمن أنه يأتي للمستقبل كل هذه كانت في أذهان العساكر وفي أذهان الضباط لهم يتوقعون سيأتي يوم أنهم سيستمر وأن الثورة ماضية وأن علي عبدالله صالح استمر وأنه سيختار من مرة أخرى كان هذه هي التعبهة الموجودة في أذهان الضباط والعساكر ولذلك كان لديهم الاستعداد للدخول في مثل هذه المواجهات لقتل المواطنين لتخريب منازلهم على اعتبار أن هذه مجموعة من المخربين ولم يدركوا أن الثورة ستنجح وأن الثورة ستمضي وأن هدافها لن تتوقف وأن شخص مهما كان ضغيانه وما كان استبداده لا يمكن أن يوقف عجلة شعبه بأكمله هم الآن بدأوا يدركوا أن ما كانوا يعبوا أنه كلام خاطئ وغير صحيح طيب شخص مصير بين أدينا تقدمتم ملف متكامل بين أدينا بلاغ أو شكوى للنائب العام تقدمتم بـ 15 طفلا ما بين 5 إلى 5 سنة من الأطفال وقدمتم قائمة بالمتهمين يعني الآن على رأسهم العميد أحمد علي عبدالل الصالح قائد الحرس إلى رقم 123 يعني آخرهم من رائد محمد مفتاح رقم التسليح اللواء يعني الآن قائمة طويلة عريضة هل هؤلهم متهمون الآن وكلهم من قوات المسلحة الآن من الحرس الجمهوري هل هؤلهم متهمون نعم هؤلاء يعني وغيرهم ماذا لكن هؤلاء ما تمكن الحقوقيين والمهتمين بشأن الحقوقي والجانب الكضائي أن يتوصل أبناء المنطقة إلى مثل هذه القائمة بابتداء بأحمد علي وانتهام بمعشر هؤلاء منهم من أمر ومنهم من قتل ومنهم من ضرب بالمدفع ومنهم من ضرب بالكاديوشا ومنهم من هو الاستخبارة والاستطلاع يعني كل واحد هؤلاء كان له دور في قتل المواطنين كان له دور في قتل الأطفال كان له دور في قتل النساء كان له دور في تهديم المنازل كان له دور في تخريب المنشاة هؤلاء هم من أوقعوا هذه المأساة بهذه المناطق أو الشوكوة محصورة بأرحب ولذلك لجأ المواطن إلى القضاء على اعتبار أن الثورة يعني في طريقها إن شاء الله إلى النجاح هذه الثورة التي نأمل أن يكون فيها القضاء عادل أن يوجد فيها قضاء ينصف من الظالم قبل المظلوم نحن نريد في المستقبل أن يكون قضاء هذا القضاء يبدأ بالكبير قبل الصغير ينصفنا من هذا الظالم نحن نجعنا إلى طرق شرعية وطرق كانونية نطالب بها أحمد علي ومن بعده حتى آخر واحد وهناك ما زال أعداد أخرى ربما أيضا في المستقبل تقدم باعتبارهم المشتركين في هذه الجميلة طيب ندخل الآن إلى اليوم هذا نقول ماضي اليوم سمعنا الاتفاق بينكم وبين اللجنة العسكرية ما مضمون هذا الاتفاق وهل نقول أن الحرب الآن انتهت فعلا في الهدات على أرحب انتهت نريد أن نبشر المواطن ما الذي حدث بينكم وبين لجنة العسكرية ما الجديد نحن بالنسبة للحرب نحن من البداية لم نكن دعاة حرب ولم نكن نرغب أن ندخل بالحرب لأننا نعلم ما مع الطرف الآخر ما يمتلك من قوة وكنا حريسين لن ندخل هذه المعركة لكنهم أكحمونا وأدخلونا في هذه المعركة بخصوص اللجنة اللجنة خرجت قبل فترة وكانت محدودة النظر يعني يبدو أنها كانت تسمع من طرف واحد فجاءت لجزئية بسيط هذه الجزئية حاولنا أن نرد عليها أن هذه غير صحيح ثم ثلت بعد ذلك اتفاقات مع مع اللجنة كنا توصلنا مع اللجنة إلى بنود ثلاثة هذه البنود أولها رفع النقاط رقم الثنين رفع الآليات والمجنزرات والدبابات بين البيوت والمزارة الأمر الثالث وكفي إطلاق النار اللجنة نزلت ميدانيا زارت كثير من المناطق ولم تزور الكل ما فيها وزير الدفاع وزير الداخلية وبعض اللجنة وعلى أساس يطلعوا على الوضع الميدانية من خلال نزولهم عادوا وكان لهم رؤية خلاصة الأم هو ما اتفقنا فيها عليه إطلاق النار إلى الآن هو أكثر ما تم التنبيث الآن إطلاق النار يعني نقول الآن يعني إلى الآن في حدود فترة زمنية بدأ وكفي إطلاق النار تم إلى الآن وهذا ما نأمل أن يستمر نحن نأمل أن يستمر وكفي إطلاق النار إلى الجارب يعني حتى أن نبشر الشعب النور الحمد لله هذه واحدة الآن هذا ما تم إلى يوم نهر إلى حتى هذه بقية البنود الإخرى اللجنة تأخرت إلى اليوم ولا ندري كان هناك إشكال معين بلغت اللجنة بهذا الإشكال على سأنها تعاود عملها يعني في اليوم الثاني إلا أن اللجنة إلى الآن توقفت لا ندري ما سبب توقفها وعدم مضيها في إنجاز ما تم الاتفاق عليه أنتم بركن لكم مطالب يعني حوالي عشر مطالب هل هذه المطالب يعني منها وقف إطلاق النار طالبتوا بنقل يعني الوقف الكامل إطلاق النار ناقل المعسكرات رفع النقاط إزالة الموقع المستعددة إلغاء التعميمات ضد أبناء المدينة الثلاثة في توجهة رئيس الجمهور تعويض للشهداء تشكيل لجنة الحص الأضرار إعادة من هوبات المواطنين نزع الألغام إطلاق جثتين الشهدين قبل أن نأتي إلى جثت الشهدين يعني الأولى الوقف الكامل كما قلت أنه إلى هذه اللحظة توقف طيب ماذا عن مطالبك في النقاط الأخرى هل المطلوب اللي هو الآن يعني ماذا عن تعويض أسر الشهداء الجرحى المعتقين هل تم إعادة المعتقين إليكم بخصوص المطالب المطالب التي قدمها أبناء هذه المناطق نهم بني جرموز وأرحب هي مطالب نعتبرها مطالب عادلة ومطالب يجب على رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق أن يلبوا هذه المطالب من خلال جانب وزير الدفاع واللجنة في كثير من النقاط نحن متفقين عليها وليس هناك إشكالية يبدو أن معظم النقاط نحن متفقين في التعويض في قضية التعميم لأنه حصل من وزارة الداخلية السابقة أن عممت على ما يقرب من 56 شخصية أن هؤلاء لهم علاقة بالإرهاب وأن هؤلاء علاقة بالقاعدة وحاولت أن تكيل مثل هذه التهم ومثل هذه الأكالم أنتم متهمون يعني دعونا نقشة نقطة أنت يعني وسائل الإعلام المخلوعة يعني مرة يقولوا القبائل مرة يقولوا الإصلاح مرة يقولوا الفرقة مرة يقولوا أخير قالوا التنظيم القاعدة الفترة الأخيرة سكتوا من أنتم يعني من أنتم يعني يعني كأنكم محوشة كذلك من الفضايا لوسائل الإعلام ما تبكى من هذا النظام نحن معتادين أنها تزور الحقائق ويعني سواء الناطق الرسمي حقهم أو أيضا ما تنقوله الصحر نحن الشعب اليمني يعلم وربما أيضا العالم اليوم يدرك أن ما ينقل عن هؤلاء أنه غير صحيح وأن معظم ما يعيشون عليه هو الكذب وهو دليل الإفلاس ودليل النهاية لأن الإنسان عندما يستمر الكذب بشكل دائم هذا دليل أنه مفلس وأنه منتهي نحن واضحين في من نحن واضحين من نكون نحن ثوار ونحن مع الثورة السلمية وما زال حتى اليوم شعرون رغم أن مقحمونا في الحرب لكن ما زلنا نثق أن الثورة السلمية هي من ستتم ما تبقى من أهداف لهذه الثورة فنحن واضحين أننا ثوار وهم يعلمون من نحن وكذلك الشعب اليمني يعلمنا أن أبناء أرحب يدافعونا ونهم وبني جرموز لم يخرجوا يعني ودخلوا في هذه المعركة إلا دفاعا عن إخوانهم السلميين في ساحة التغيير وفي ساحة الحرية هذه كانت يعني هذا هو عملهم الذي قاموا واعتبروه واجب وأنما ضحوا به من أنفس ومن أموال ومن بيوت ومن سيارات ذلك يعلمون أن ضريبة طلب العدل والحرية والمساواة هذه الضريبة التي يجب أن يدفعوها فهؤلاء هم ثوار ما يشير إليه يعني وسائل الإعلام المخلوق نقول له أن قضية القاعدة في أرحب غير موجودة وأن أرحب لم يقاتل شخص واحد معهم من تمي إلى تنظيم القاعدة عندما أراد بها أن يكذب على الناس ومن ضمن ما حاول أن يروج أراد أن يقول للمنظمات الدولية ويقول للاتحاد الأوروبي ويقول للأمريكان أنا في هذه المناطق أحارب القاعدة ولكن مع الأيام تتكشف الحقائق وتظهر أن ما قاله وما تردد هذه الوسائل أنها أكاذيب غير صحيحة لا أساس لها من الصحة وكان من ضمن أهدافنا التقاءنا بهذه بن عمر وكذلك سفير الاتحاد الأوروبي هي ليعلموا من هاولا هل لهم ثوار ولا لهم أهداف أخرى فأبناء وأرحبوا ونيهم وبني جرموز يعني هم جزء من الثوار وجزء من الثورة السلمية وإنما حملوا سلاحهم دفاعنا أنفسهم وبعد أن وقعت المبادرة كنا أول من سعى لترك يعني ضرب النار حتى أرغمونا مرة أخرى هم الذين أرادوا عودة الحرب من جديد طيب نكمل ما تباقى ولكم بعد هذا الفاصل مشاهدي الكرام فاصل ونواصل أرغمونا مرة أخرى